إذن معاني أبهول المعنى الأول يقوم بدفع شخص لأن يسلمه شيئا حيث يكون له حق التصرف في هذا الشيء وأخذه معه إذن هو يدفع شخصا ليسلمه شيء مثال عندما يحضر طردا بريديا من مركز البريد فالذي يريد أن يحضر طردا بريديا من مركز البريد كيف يدفع الشخص كي يسلمه هذا الطرد كيف يدفعه لتسليمه كيف يحثه على أن يسلمه هذا الطرد ماذا يفعل كي يدفعه إلى تسليمه هو يقدم له مثلا بطاقته الشخصية يثبت له أنه يستحق أن يعطيه هذا الطرد فعندما قدم له الإثباتات ما يثبت هويته فهو بهذا العمال قد يسر للعامل في مركز البريد قد يسر له إمكانية أن يقدم له هذا الطرد البريدي وإلا فإن لم يسر له ذلك بأن يقدم له بطاقته الشخصية فلن يستطيع العامل في مركز البريد أن يقدم له الطرد إذن هي عملية من فريقين الأول أعطاه البطاقة الشخصية الهوية والثاني قدم له مقابلها الطرد البريدي فأب هولن لا تتكلم عن إعطاء العامل للطرد البريدي فقط ولكنها تتكلم أيضا عن المرحلة التي قبلها وهي ماذا قام به هذا الشخص كي يخول هذا العامل أن يقدم له الطرد البريدي إذن هي عملية من فريقين كلاهما معا إذن لذلك يقوم بدفع شخص بدفعه أي يسر له يحثه يسر الأمر يدفعه لفعل شيئا ما إذن الفريق الأول هو من يريد استلام الطرد البريدي فدفع العامل لأن يسلمه الطرد البريدي مثلا وبالتالي أيضا الفقر النقطة الثالثة أصبح له الحق في التصرف في هذا الطرد البريدي ومن ثم النقطة الرابعة أخذه معه انظر كل هذا التفصيل لأنك جمعت أب مع هولن فأب تفيد كما قلنا الانفصال فهناك عملية انفصال وما دام هناك عملية انفصال فهو انفصال بعد ارتباط وإلا فكيف ينفصل إن لم يكن مرتبطا فإذا الارتباط هو أن الفريق الأول قام بتيسير الأمر للفريق الثاني كي يسلمه شيئا فهذا نوع من الارتباط الأول يقدم والثاني يقبل ويقوم بشيء بناء عليه أين الانفصال؟ الانفصال عندما أصبح له حق التصرف في هذا الطرد إذن في البداية كان المسؤول عنه هو من صاحب أو بالأحرى عامل مركز البريد لكن الآن نقل له حق التصرف فعندما أصبح في حوزة هذا الشخص لم يعد للعامل أي صلاحية من الآن فصعدا فانفصل الارتباط السابق وأيضا أخذه معه فهو أيضا انفصال إذن وأخذه معه دليل آخر على حق التصرف إذن ارتباط في البداية بين شخصين وفي النهاية انفصال لذلك أب جاءت معهول لذلك كما قلنا في الألمانية كلمة واحدة لها تفصيل كبير مجرد أن يقول لك كلمة في الألمانية يجب أن تفهم من ورائها أسطران لأنها لغة بليغة المثال إذن يحضر طردا بريديا من مركز البريد أي مثلا أو لنقول يحضر تذاكر السينما من شباك التذاكر هو كيف سيحضر تذاكر السينما من شباك التذاكر كما في الصورة كيف الموضوع ليس فقط أن العامل هنا سيعطيه التذاكر وإنما قبل ذلك عليه أن يدفع المال حتى يعطيه التذاكر إذن الفكرة ذاتها هنا يقدم له بطاقته الشخصية فيمكنه من إعطائه طردا وهنا يقدم له مالا فيقدم له بالمقابل تذاكر لاحظوا الدقة إذن كيف يعبر عنها يحضر تذاكر السينما من شباك التذاكر المعنى الثاني يقابل شخصا في مكان متفق عليه ومن ثم يغادر المكان معه إذن في البداية سيقابل شخصا آخر إذن هما فريقان هما جهتان قد يقابل أكثر من شخص لكن المهم هناك أكثر من جهة ليس الموضوع لا يتم مع الشخص لوحده يحتاج أكثر من شخص أو شخصا على الأقل آخر إذن يقابل شخصا وأين في مكان متفق عليه إذن يقول له سأراك عند المحطة مثلا سأراك في المكان الفلاني إذن هنا حالة ماذا؟ حالة ارتباط هنا ارتبطوا فيما بينهم بموعد في مكان محدد اتفقوا عليه ومن ثم نفذوا هذا الاتفاق وفعلا تقابلا فهذا ارتباط ثم يأتي الانفصال ومن ثم يغادر المكان مع بعضهما إذن هذه كلمة مغادرة هي انفصال انفصل عن المكان الذي ارتبطوا فيه في الأول فلنقول الالتقاء بشخصين بهدف الذهاب سوية للتنزه إذن سيلتقي به أولا ثم يذهب معه للتنزه للتنزه إذن ارتباط وانفصال هي اجتمعت بي عند محطة القطار إذن ارتباط في مكان محدد متفق عليه ومن ثم انطلقنا سوية انطلقنا أي غادرنا أي انفصال ومن ثم انطلقنا سوية مع بعضنا البعض المعنى الثالث يلقي القبض على شخص أو يعتقله المعنى واحد وهذا يستخدم المعنى في العامية وعلى نحو مجازي لأنه يقول مثلا إلقاء القبض على شخص ليلا يقول يماندن ناختس أبهولن فظاهر الجملة قد ينصرف ذهنك في البداية إلى معناها الأصلي وهو أنه يجتمع بشخص كأن يجتمع بصديقه عند المحطة ويأخذه لكن هنا الشرطة تجتمع بالمجرم وتأخذه إلى السجن مثلا فإذا انصرفت إلى معنى مشابه لكن ليس هو المعنى الأول الذي يأتي في ذهنك ليس المعنى السلمي الودي الصداقي لذلك هو معنى مجازي ويستخدمونه في العامية على هذا النحو المجازي المعنى الرابع يبحث عن الربح فيقترب من شخص وأحيانا في حديث مباشر معه كزبون متأمل منه أن يشتري بضاعة أو خدمة أو نحو ذلك إذن لدينا مثلا بائع يريد أن يبيع كهذا الشخص الغاضب يريد أن يبيع بأي شكل لأن مرتبه يعتمد على كمية البيع فهنا يبحث هذا البائع عن الربح فماذا يفعل؟ لأنه يبحث عن الربح يقترب من شخص هذا الشخص هو يتأمل أن يكون زبونا يشتري منه بضاعة أو خدمة وهكذا فيقترب من هذا الزبون اقترابه منه هو ماذا؟ هو نوع من الارتباط وأحيانا في حديث مباشر معه يتكلم معه مباشرة فهذه العملية هي تبتعد قليلا عن المعنى الأساسي لكنها فيها اشتراك لكن ماذا تبتعد قليلا؟ لأنها أصلا خاصة بلغة البائعين هي يستخدمونها فقط البائعين على هذا النحو من التخصص في المعنى فمثلا يقول أحدهم أحد هؤلاء الباعة يجب علينا أن نتجه إلى الزبائن هناك حيث هم موجودون لعلهم يكونوا مهتمين ببضاعتنا فيشتروا إذن يخطط هم موجودون بعيدا عنه ويخطط للذهاب إليهم فيقول إذن يجب عليك أن تستخلص كل هذا المعنى من هذه العبارة القصيرة لماذا؟ لأنها أبهولن ولأن معها كندن زبائن